بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نقوم بتصحيح المجموعة من التمارين المتعلقة بالجذور المربعة إذا التمرين الأول يتعلق متطبيق علاقات أو المتطابقات الهامة على الجذور المربعة كما تشوفوا أمامكم وبالنسبة للتمرين الثاني سوف نقوم بتبسيط تعبير رياضي لكي تكون من الجذور المربعة كما تشوفوا أمامكم وبالنسبة للتمرين الثالث حذف الجذور المربع من المقام كين هات الشكل هذا وكين هات الشكل هذا اللي فيه فرق أو مجموع عددين في المقام بحيث أن العدد الأول يكون فيه جذور المربع والعدد الثاني يقدر يكون فيه جذور المربع أو ما يكونش فيه المهم حذف الجذور المربع من المقام في هذه الحالات اللي كتشوفوا أمامكم إذن على بركة الله نبدأ نبدأ بتمرين الأول كتفوا أمامكم A تساوي 3 جضا مربع جوش زائد 5 الكل أس إثنان نكسبوها A تساوي 3 جضا مربع جوش زائد 5 الكل أس إثنان إذن كنلاحظوا أن التعبير A يشفيه المتطابقة الهامة A زائد B الكل أس إثنان تساوي A أس إثنان زائد جوج A B زائد B أس إثنان إذن كنلاحظوا أنها كتشبه لها إذن قد نشرها بنفس الطريقة إذن العدد A هو 3 جضا مربع جوش والعدد B نعتبره هو العدد 5 إذن قد نشر بالطريقة 3 جضا مربع جوش أس إثنان زائد جوج في العدد A وهو 3 جضا مربع جوش في العدد B اللي هو 5 زائد B أس إثنان اللي هو 5 أس إثنان الآن الأس إثنان أو هالأس تدخل على الضرب يعني تدخل على العدد 3 وعلى العدد جوج 3 أس إثنان في جضا مربع جوش أس إثنان زائد جوج في 3 6 6 في 5 30 جضا مربع إثنان زائد 5 أس إثنان هي 25 نكمل العملية للحساب 3 أس إثنان هي 90 في جضا مربع جوش أس إثنان هي 2 زائد 30 جضا مربع جوش زائد 25 نكمل هنا 9 في جوج هي 18 زائد 30 جضا مربع جوش زائد 25 عدنا هنا عددين صحيحان نجمعهم بيناتهم إذن سنحصلوا على 18 25 هي 47 زائد 30 جضا مربع إثنان نحسبوها 5 والجوج الثمسة والثمانية عفون هي 13 43 الآن نمر إلى العملية الثانية بي تساوي 3 ناقص 4 جضا مربع 3 الكل و 2 إذن كنلاحظوا أن هالتعبير بي يشبه المتطابق الهام أ ناقص بي الكل و 2 التي تنشر A 2 ناقص جوج في A B زائد B 2 إذن المتطابق الهام الأولى والثانية فرق بيناتهم هو هذا زائد وهنا عندي ناقص إذن المتطابق الهام الثانية تشبه المتطابق الهام الأولى في طريقة النشر إذن العدد A نعتبره هو 3 والعدد B هو 14 جضا مربع 3 إذن A 2 هي ثلاثة أس إثنان عندي هنا ناقص جوج في A هو ثلاثة في B هو 4 جضا مربع ثلاثة زائد B أس إثنان هي 4 جضا مربع ثلاثة الكل أس إثنان تساوي 3 أس إثنان هي تسعود ناقص جوج في ثلاثة هي 6 6 فربعة هي 24 جضا مربع ثلاثة زائد 4 أس إثنان هي 4 أس إثنان في جضا مربع ثلاثة أس إثنان تساوي سعود ناقص 24 جضا مربع ثلاثة زائد 16 ثلاثة نكمل العملية هنا تسعود ناقص 24 جضا مربع ثلاثة زائد 16 ثلاثة هي 48 تساوي 48 زائد سعود تسعود 8 هي 17 57 ناقص 24 جضا مربع ثلاثة إذن هذا هو النشر للتعبير B وهنا عدنا A الآن نمر إلى C إذن لدينا C تساوي جضا مربع 5 ناقص جوش عامل لجضا مربع 5 زائد جوش كاللاحظ أن العملية C تشبه لإحدى المتطابقات الهامة عدنا A ناقص B عامل A زائد B A ناقص B عامل A زائد B تنشر A 2 ناقص B 2 إذن هذه المتطابقة الهامة الثالثة نلاحظوا أن التعبير سيكي شبه لها إذن نشرها بنفس الطريقة العدد A هو جضا مربع 5 والعدد B يمثل ناقص جوش العدد A 5 و B هو جوش إذن تنشر A 2 هي جضا مربع عفوا جضا مربع 5 أس إثنان إذا أريد أن أقواص يعني لدي العدد سليب أقواص مهم أن أقواص لنقول الكل ناقص جوش أس إثنان دائما نخدم بالأقواص ونرتاح الحالة السابقة ناقص جضا مربع ثلاثة الكل أس إثنان حيث لنست الأقواص من الأحسن تعود نخدم الأقواص جضا مربع 5 أس إثنان هي خمسة ناقص جوش أس إثنان هي ربعة إذا النتيجة هي واحد وكتلاحظ أن النشر بالمتطابقة الهام الثالث ستكون هو الأسهل نمر إلى التمرين الثاني الآن التمرين الثاني لنحسب أو نبسط هذا التعبير رياضي أمبعد F G H ف E إذن بدأوا بأ إذن أ تساوي ثلاثة جضا مربع ثمانية ناقص جوش جضا مربع جوش ناقص جضا مربع ثلاثين إذن لن تبسط هذا العدد نحاول نكتب هذا العدد ثمانية على شكل مربع مضرب في عدد بمعنى ثلاثة تساوي جضا مربع ثمانية كنت تكتب هذه الشكل 4 في جوش و 4 مربع تعميل ناقص يعني بإمكاننا نحسبوله جضا مربع ناقص جوش جضا مربع جوش جضا مربع جوش ممكن لنحسبها جضا مربع 32 نقدر نفككها على شكل مربع وهو 16 نحسب جضا مربع مضرب في جوش إذن 32 كتبت على شكل 16 في جوش و 16 بإمكاننا نحسب لها جضا مربع نفس الشيء تمانية كتبتها على شكل 4 في جوش و 4 بإمكاني نحسب لها جضا مربع ديالها إذن أي عدد بغيت نحسب له جضا مربع دياله ونحاول نشوف واش نقدر نكتبه على شكل مربع مضرب في عدد كتما عدد أولي مثلا جوش أو 3 أو 5 إلى آخر إذن نكمل عملية هنا طبقنا القاعدة التي تقول جضا مربع A B تساوي جضا مربع A في جضا مربع B نقل على هذه القاعدة التي تطبقت هنا ناقص جوش جضا مربع جوش لا تحسب ناقص هذه هي جضا مربع 16 في جضا مربع 2 طبقنا هذه القاعدة التي تشوف أمامكم نكمل حساب 3 جضا مربع 4 كنعرف وهو جوش أو نقدر نكتبوه بهذا الشكل هي جوش أس 2 في جضا مربع 2 ناقص جوش جضا مربع جوش ناقص 16 نحسب الجضا مربع ديالها هو 4 وإنما نقدر نكتبها بهذا الشكل هي 4 أس 2 في جضا مربع جوش وكذلك القاعدة التي تقول جضا مربع A أس 2 تعطينا A يعني أن الجضا مربع يقصي المربع بحيث أعدد موجة نكمل العملية للي ثلاثة جضا مربع جوش أس 2 كتبقى هي جوش بس طبية هذه القاعدة يعني جضا مربع يقصي المربع جضا مربع يقصي المربع والعكس صحيح يعني المربع يقصي جضا مربع في ما ننسوش جضا مربع جوش ناقص جوش جضا مربع جوش ناقص نفس الشي نطبقوا هذه القاعدة جضا مربع 4 والس 2 كتبقى 4 وما ننسوش فيه جضا مربع 2 إذا عندي هذا العدد وهذا العدد وهذا العدد الضرب كي يسبق ثلاثة جوش 6 جضا مربع جوش ناقص جوش جضا مربع جوش ناقص 4 جضا مربع جوش إذا غادي نديروا التعميل بجضا مربع 2 إذا جضا مربع جوش عامل هنا تبقى 6 ناقص هنا تبقى جوش ناقص هنا تبقى 4 إذا النتيجة هي جضا مربع جوش في صيفر لأن 6 ناقص جوش هي 4 وربع ناقص 4 هي صيفر إذا النتيجة هي صيفر الآن نمر التمرين أو السؤال موالي F يساوي 3 جضا مربع 3 زائد 75 ناقص جوش 48 إذا لنبسط هذا العدد إذا جضا مربع 3 يبقى جضا مربع 3 ما يتبسط ما يتفك زائد 75 سنحاول نكتبها على شكل مربع مضرب في عدد إذا 75 لفكناها كانوا طريقة تفكيك تفكيك إلى جداء عوامل أولية 75 يعني هذا العدد سهل نقدو نفككوه يعني دهنيا 75 نعرف هي 25 مربع كامل مضرب في 3 مادام أعطونا هنا جضا مربع 3 هنا سنقوم 3 في الأغلب سنقوم 3 إذا جوش 48 إما سنحاول تفكيك إلى جداء عوامل أولية وتقدر ترجعوا الفيديو ورح كاين في القناة وإما 48 بطريقة دكية إما سنحاول نفككها نقسم على جوش ونقسم على ثلاثة وإما سنرى ملاحظة لدي هنا ثلاثة وعندي هنا ثلاثة نحاول نقسم على ثلاثة 48 عملية حسابية تضعني 16 إذا 16 في ثلاثة هي 48 الآن كتبت 75 على شكل مربع في عدد هنا كتبت 48 على شكل مربع في عدد أريد عدد حقيقي تساوي 3 جضر مربع ثلاثة زائد 25 كنعرفوها هي 5 أس إثنان في ثلاثة ناقص جوج 16 كنعرفوها هي 4 أس إثنان في ثلاثة نكمل هنا ثلاثة جضر مربع ثلاثة زائد جضر مربع 5 أس إثنان في جضر مربع ثلاثة بتطبير هذه القاعدة التي تشوف أمامكم جضر مربع A B كنت تساوي جضر A في جضر B نكمل ناقص جوج هذه سنفك هي 4 أس إثنان في جضر مربع ثلاثة نكمل العملية هنا 3 جضر مربع ثلاثة كما هي زائد جضر مربع خمسة أس إثنان هي 5 جضر مربع ثلاثة ناقص جوج في جضر مربع أس إثنان الجضر مربع يقص المربع كنت تساوي نكمل هنا 3 جضر مربع ثلاثة زائد 5 جضر مربع ثلاثة ناقص جوج في 4 هي 8 جضر مربع ثلاثة نعمل جضر مربع ثلاثة لأن عامل مشترك جضر مربع ثلاثة عامل أسبقال هي ثلاثة زائد ثلاثة مربع في صيفر يعني أطعتنا نفس النتيجة كما السؤال السابق ومع العلم أنني لم أتعمل أن أأتي في النتيجة صيفر أضعت هذه الأعداد تقريبا عشوائيا أجلت النتيجة صيفر هذه المرة لم أكن أخطيت إذن لم أخطيت يعني هي هذه النتيجة أخطيت الأعداد كما هو صحيح إذن النتيجة صيفر الآن EFJ تساوي G 64 على 49 نحن نخدم معها القاعدة التي تقول جد مربع A على B تساوي جد مربع A مقصم على جد مربع B يعني نفككوها جد مربع خارج عددين هو جد مربع البسط على جد مربع المقام تساوي جد مربع 64 على جد مربع 49 40 و نعرف أن 64 هي 8 و 2 و 49 هي 7 و 2 بتطبيق القاعدة التي تقول جد مربع أو 2 تساوي A نحصل ه في البسط على 8 و في المقام على 7 لأن جد مربع يقصي المربع و نفس شيء بالنسبة للمقام نمر الآن H سؤال H جد مربع السعود على 16 بنفس الطريقة بتطبيق القاعدة أنا درت هذه خصيصا للطبيق المباشر للقواعد المساعدة للمراجعة للامتحان إن شاء الله الجد مربع السعود على جد مربع 16 بتطبيق القاعدة جد مربع السعود هي 3 2 جد مربع 16 هي 4 2 النتيجة الجد يقصي الأس كثقة 3 الجد مربع يقصي المربع تتقن 4 نمر الآن للسؤال E E تساوي جد مربع 75 على جد مربع 5 هنا مجموعة من الطرق لجد مربع 5 عفوا كان مجموعة الطرق التي تحلها تتمرين إما تستعملها الطريقة هذه أو بالعكس يعني في الطريقة هذه إما سوف تكون عدد 75 كما سبقنا في السؤال الماضي هذا يعني هو 5 جد 3 75 جد 3 إذن الطريقة التي تريدها التي نعتمدها والتي جد سهل من الأحسن طبقات القاعدة هذه بالعكس يعني نمر جد مربع A على جد مربع B إلى جد مربع A على B إذن جد مربع 75 إلى 5 تكسب بها تشكل و 75 نقسمتها على 5 تعطيني 15 إذن النتيجة هي جد مربع 15 وكتبق على جد مربع 15 لا يمكن أن يفك ه وهو أصلا لا يمكن أن تكسب على شكل مربع في عدد حقيقي الآن نمر إلى التمرين الموالي التمرين الثالث الآن التمرين الثالث لدينا G تساوي 1 على جد مربع 3 السؤال هو إحذف الجد مربع من المقام هنا فش يكون عندنا جد مربع من المقام وتنبغي ونحذفوه لكن عندي جد مربع في المقام به تشكل هذا بمعنى جد مربع عدد المرافق دير هذا العدد هذا كيتكسب هاتشكل 1 على جد مربع A كنت ضرب في المقام في جد مربع A لماذا؟ لأن جد مربع A في جد مربع A كتبقى في النتيجة هي A ولكن حتى البص ما ننسى وش نضربه في جد مربع A النتيجة كتتحول 1 في جد مربع A هي جد مربع A جد مربع A في جد مربع A هي A إذن الآن حذفنا جد مربع من المقام سبحات 1 على جد مربع A هي جد مربع A على A وهذه تعتبر بمثابة قاعدة إذن المرافقة جد مربع ثلاثة تكتب تشكل 1 على جد مربع ثلاثة فش نضربه جد مربع ثلاثة في نفسها لتحذف الجد لأن البص نضربه في جد مربع ثلاثة لأن لا ضرب المقام والبص في نفس العدد ثلاثة ثلاثة والنتيجة تبقى بهذه الشكل نمر الآن K K تساوي ناقص خمسة على جد مربع عشرة إذن المرافقة جد مربع عشرة الذي نحذفه هو نفسه جد مربع عشرة إذن لا ضربنا المقام في جد مربع عشرة حتى البص وما ننسو ناقص خمسة نضربها في جد مربع عشرة يعني نضربه البسط والمقام في نفس العدد يعني في نفس المرافقة تساوي ناقص خمسة جد مربع عشرة جد مربع عشرة في جد مربع عشرة هي عشرة وما ننسو الخمسة والعشرة بإمكان أن يختزال هناك تبقى واحد وهناك تبقى جوج إذن النتيجة هي جد مربع عشرة على جوج وما يمكن نختزل لأن هذا جد مربع عشرة وهذا اثنان عدد صحيح وهذا لا يمكن نفكركم إذن ستبقى بهذه الشكل هذا نمر الآن L L تساوي 1 على جد مربع خمسة ناقص جوج إذن الآن نحذف الجد مربع من الماقع مش كتلاحظوا أن هذا العدد عندي ماشي عدد بسيط عدد مركب من عددين إذن هنا بالنسبة المرافق تختلف المرافق مش هو جد خمسة المرافق ما كنضرب شعيف جد خمسة المرافق هو أنه لكن عندي هذا العدد نكتوب هاتشكل نحاول نرجع على شكل متطابق أهم بمعنى لكن عندي في المقام A ناقص B كيف حال حال لدينا كنضرب A زائد عدد A زائد B والعكس صحيح يعني إذا عندي في المقام A زائد B سنضرب A ناقص B لكي نحصل دائما على المتطابق الهم الثالثة إذن هنا في المثال لدينا هذا المقام مكتوب على هذا الشكل أو مكتوب على هذا الشكل إذن مكتوب على شكل A هو جد خمسة ناقص B هو إثنان إذن المرافق مكتوب في المقام جدر خمسة ناقص جوج إذن المرافق لدينا هذا العدد هو جدر مربع خمسة لقد لدينا ناقص نكتب هنا في المرافق زائد يعني أ ناقص B عملي A زائد B إذن إذن نضرب ها في جدر مربع خمسة زائد جوج أي عدد ضربته في البسط نفس نضربه في المقام كيف يتغيير لي؟ الآن المرافق جدر مربع خمسة زائد جوج نأتي مثلا المرافق جدر مربع هو العدد جدر مربع جوج زائد ثلاثة مثلا مرافق العدد ثلاثة جدر مربع ست مرافق هذا العدد هو ثلاثة زائد مربع ست إذن مرافق دائما لك انضربه ناقص المرافعة يكون زائد. نكمل العملية. في البسط واحد في أي عدد تبقى نفسه. هذا العدد. جدر مربعة خمسة زائد جوج. لا تتبدل. في المقام جدر خمسة ناقش جوج عامية جدر خمسة زائد جوج هي هذه. يعني نحصلها متطابقة لها ما الثالثة. نحصل في المقام هي جدر مربعة خمسة وسئتنان ناقش جوج وسئتنان. نكمل العملية ديالي هنا. في البسط ما غريش يتغير. غريش نحافظه عليه كما هو. المقام جدر مربعة خمسة وسئتنان هي خمسة. ناقش جوج وسئتنان هي ربعة. تساوي جدر مربعة خمسة زائد جوج. وفي المقام خمسة ناقش ربعة هي واحد. النتيجة L تساوي جدر مربعة خمسة زائد جوج. إذن هذه النتيجة نهائية. نمر الآن السؤال الموالي. M. M تساوي ناقش خمسة وعشرين على سبعة زائد جوج جدر مربعة ستا. إذن السؤال نحذف الجدر مربعة من المقام. إذن تساوي. ما نساوي ناقش. ما نساوي ناقش. في البسط عندي خمسة وعشرين. في المقام عندي سبعة زائد جوج جدر مربعة ستا. إذن المقام يجب أن نضربه في المرافق دياله. المرافق دياله عندي في الوسط زائد. إذن المرافق سيكون عندي في الوسط. ناقش جوج جدر مربعة ستا. ضربت المقام في هذا العدد. حتى البسط نضربه في نفس العدد. إذن هنا في سبعة ناقش جوج جدر مربعة ستا. أكمل دابة العملية ديالي. في البسط عندي ناقش خمسة وعشرين في سبعة ناقش جدر مربعة ستا. ما ننشره هاش. نخليه حتى الآخر ونشوفه واش يكون عندي شختيثة لولا لا. هنا متطابقة هامة الثالثة. سنحصله على سبعة أس اثنان ناقش جوج جدر مربعة ستا. الكل أس اثنان. هو أس اثنان ناقش بأس اثنان. تساوي ناقش. البسط عندي حسافت به. 7 ناقش جوج جدر مربع استا. بسبعة أس اثنان هي تسعود وربعين ناقش. جوج جدر مربع ستا أثنان حسبوها هنا. جوج جدر مربع ستا أثنان هي جوج أس اثنان مضروبة في ستا أثنان. هي ربعة مضروبة مستا块 هي ربعة وعشرين ناقش. ربعة وعشرين نكمل. البسط ناقص 25 عامل لي 7 ناقص جوش جدمر بسة على 49 ناقص 24 إذن 9 ناقص 4 هي 5 و 4 ناقص جوش هي جوش مما تسعود 4 ناقص 25 الآن شكال لاحظة في البسط عندي جداء في المقام عندي واحد العدد لكين في البسط إذن مدام عندي جداء بإمكاني ندير اختيزة 25 معه 25 بقاتل واحد هنا واحد هنا إذن النتيجة هي ناقص 7 ناقص جوش جدمر بسة ندخلوا الناقص على هذا العدد يعني نشروا ناقص 7 والناقص في الناقص ستعطني زائد جوش جدمر بسة نقدروا خليوها بهذه الشكل نقدروا قلبوهم هذه نهياج جوش جدمر بسة ناقص 7 هذه هي M وهذه هي النتيجة نهائية الآن نمروا السؤال الموالي N N تساوي جدمر بسة ناقص 1 على جدمر بسة ناقص 1 ما كيف يهمني لبسط كيف يهمني المقام إذن نضرب المرافق للمقام جدمر بسة ناقص 1 المرافق سيكون هو جدمر بسة ناقص 1 ضرب المقام في هذا العدد حتى نضربه في هذا العدد في نفس العدد في نفس العدد يمكننا بسة ناقص 1 ما كيف يعرفني لبسط إن نضربه في المرافق للمقام إذن ضربت المقام في هذا العدد حتى نضربه فيفصل في مقام حصليت على متطابق MEL relation كلzelf以 tir في المقامة لدي هنا متطابقة من ثالثة إذا وصلنا إلى هنا هذه النتيجة النهائية نقدر نزيد إذن هذه هي A ناقص B أس إتنان ناقص جوج في A في B زائد B أس إتنان وهي 1 أس إتنان نكمل العملية هنا تساوي جد جوج أس إتنان هي جوج ناقص جوج جد مربع جوج جوج زائد 1 ستكتب بهذه الشكل جوج الواحد هي ثلاثة ناقص جوج جد مربع جوج إذا بغيتوا تكتبوها بهذه الشكل ولا تنشرها وترجع بهذه الشكل ستساوي الآن نمرو الآخر العملية اللي هي العملية B إذا B تساوي جد ثلاثة ناقص 1 جد على جد ثلاثة زائد جد مربع جوج زائد جد ثلاثة زائد واحد إلى جد ثلاثة ناقص جد مربع جوج ناخد ورقة واحدة أخرى نتخليها أمامي زائد جد ملاحظة تتمرين هذا وفاد السؤال عندي هنا جد مربع ثلاثة زائد جد مربع جوج وعندي هنا جد مربع ثلاثة ناقص جد مربع جوج شكال لاحظة ما بين هاد العددين أن هاد العدد مرافق لهذا العدد يعني بإمكاني أندي تتحيط المقامات ونبسط أو نخدمه الطريقة اللي كتعرفه نضربه هاد العدد في المرافق دياله ونضربه هاد العدد في المرافق دياله ونخدمه هادة بوحده نخدم هذا بواحده في الاخير نجمعه. إذا كان هناك طرق اما توحيد المقام اما نخدم كل واحد بواحده. من الأحسان الذي أريده. أنا بالنسبة لي ندير توحيد المقام. ولكن لو بدنا نخدمه الطريقة ديال الدرس نضربه هذا في المرافق. نخدمه هذا بواحده نسليوه نخدمه هذا بواحده نسليوه. تم تجزين تمارين. إذا طريقة اللي أخدم منها تقريبا ثلاثة ديال التمارين أو ثلاثة الأسئلة. إذن عطوة السؤال Pixar إذا نحصل إلى توحيد المقام إذاnaPay تساوي توحيد المقام كثيرا المقام المحاد هو أن أضرب المقام الأول في المقام الثاني أن نارك عامل 6 terminus 5 min aussage ohh عامل 6 cozane nombre 4 min انا اضبط وضرب المقام الجزئ. اذا انا اضرب مقام الاول في المقام التاني احدى المقام التاني. اضرب في المقام الثاني. جذر ثلاثة ناقص جذر مربع جوج. الآن فاجد ربط المقام الثاني في المقام الاول حتى البسط الثاني في المقام الاول. جذر ثلاثة زائد واحد عامل لجذر ثلاثة زائد جذر مربع جوج. الآن إمكاني نديرهم على مقام واحد. يعني المقام موحد. إضا ننشطر لك فيها العدد من أحد نارجع ناقص واحد في جذر ثلاثة هي ناقص واحد في جذر ثلاثة هي زائد جذر جوج جذر 3 في جذر 3 هي 3 جذر 3 في جذر جوج هي 6 والاشعارة لا أجابة لم يكن علي فرصية ساليب زائد 1 في جذر 3 هي جذر 3 زائد 1 في جذر جوج هي جذر جوج الآن شاهدون البسط ركزون سائل على البسط لدي، ناقص جذر 4 3 و زائد 4 3 عددان متقابلان لدي ناقص جذر 4 و زائد 4 6 عددان متقابلان ماذا يبقى لي؟ 3 زائد 3 هي 6 جذر جوج زائد جذر جوج هي جوج جذر جوج الآن المقام عندي فيه متطابقة هامة ثالثة بمعنى تكتب جذر 3 أس 2 ناقص جذر جوج أس 2 نكمل العملية البسط مع ناقصه دعبة نحتفظ بيسا الآخر المقام جذر 3 أس 2 هي 3 وجذر جوج أس 2 هي جوج ثلاثة ناقص جوج هي واحد إذن المقام قفيه واحد والنتجة هي 6 زائد جوج زائد 4 جوج نقدر نخليها هكا نقدر نعمل بالجوج نعملوا بالجوج إذن جوج عامل لا خرجت الجوج من 6 كتبقى ليها ثلاثة ولا خرجت الجوج من جذر جوج كتبقى ليها جذر جوج نشرها جوج 3 هي 6 جوج وجذر جوج هي جوج جذر جوج إذن إلى هنا ننتهي من صحيح هذه السلام التمارين المبسطة التي يمكن بواسطتها المراجعة الانتحان الموحد شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله